روسيا تفرض على دول غربية عقوبات يصفها الكريملين بالثأرية الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما يشمل الازراءات التي جاءت حسب الكريملين ردا على الممارسات غير الودية التي اتخذتها بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وبموجب المرسوم الجديد تحضر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات كما يحضر المرسوم على المسؤولين إجراء معاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الروسية ويسمح للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم كما أصدر مجلس الوزراء الروسي بموجب هذا المرسوم تعليمات لتجميع قوائما في غضون عشرة أيام للأفراد والشركات الأجنبية التي سيتم معاقبتها إلى جانب تحديد معايير إضافية لعدد من المعاملات التي يمكن أن تخضع لقيود ولا تقدم الوثيقة أي تفاصيل عن الأفراد والكيانات التي قد تتأثر بهذه الإجراءات الإجراءات الجديدة جاءت بعد أن وجه بوتين قبل أيام تحذيرا من أي تدخل خارجي في النزاع في أوكرانيا متواعدا برد سريع وصاعق حسب تعبيره كما سبق أن ندد الرئيس الروسي بالإجراءات المتخذة ضد شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم في أوروبا وحذر من إجراءات انتقامية محتملة وقامت روسيا في وقت سابق في ردها على العقوبات الغربية بوقف ضخ الغاز لكل من بولندا وبولغاريا لعدم التزامهما بشرائه بالروبل الروسي كما اشترطت موسكو على الدول التي تصفها بالمعادية تسديد قيمة الغاز الروسي بالروبل كما وقع بوتين الأحد الماضي قانونا يقضي بإلغاء الاصدار المبسط للتأشيرات لعدد من فئات مواطنية الاتحاد الأوروبي والدنمارك وإسلندا والشينشتاين والنورويج والسويسرا بما في ذلك الصحفيون والوفود الرسمية